أنا بالنسبة عارفة كويس جداً اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت أو خلال اليومين اللي فاتوا بعد مباراة ودي دجلة والأهلي وتطاول أحمد حسام ميدو على رئيس لجنة المسابقات الحج عمر حسين النهاردة ميدو الحقيقة بيقول إن هو التويتر بتاعه يعني اتهاكر اتهاك بتعمله هاكر أو دخل عليه هاكر وسرق منه الأكاونت بتاعه وكتب عليه الكلام المغجل الحقيقة اللي هو كتبه وده بعد ما النهاردة الحقيقة الحاج عمر حسين ده أنا كلام قريته أنا الحقيقة ما اتصلتش بالحاج عمر وما عرفتش أوصله لأنه قافل تليفوناته على طول فالنهاردة ميدو طالع يقول إن هو ما قالش هذا الكلام الحقيقة برضو يعني ماشي أنا أتمنى الحقيقة أن ميدو ما يقولش هذا الكلام ولكن مش المرة الأولى اللي يحصل فيها مثل هذا الموضوع قبل كده حصلت مع أعتقد المستشار المرتضى منصور أنا مش فاكر مع مين تحديدا ولكن حصلت برضو وشالت تويتات اللي عملها وقال إن الأكاونت بتاعه اتهكر ما ينفعش ممكن جدا 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 تنتقد رئيس لجنة المسابقات ما فيش أي مشكلة في هذا الموضوع ما فيش أي مشكلة في هذا الموضوع ولكن إن أنت تتطاول عليه بشكل أو في حياته الشخصية أو بشكل شخصي ما ينفعش الموضوع ده المفروض لا يصح تماما وبعدين إن أنت تكتب وبعدين تطلع تقول أصل الأكاونت بتاعي تسرق يعني أعتقد أن ده كلام مش مظبوط يعني ميدو الحقيقة أنا واحد من أكتر الناس المشجعين لميدو بشكل كبير جدا 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 ولكن مش عارفة سميها إيه ولكن الواحد دايما بيحاول أنه ينتقي ألفاظه بسبب وجوده في قناة دي القناة المحترمة يعني الحقيقة يعني أن أنا أقرأ التويتات اللي كاتبها ميدو بهذا الشكل أعتقد أن ده شيء مخجل جدا جدا يميدو ويجب عليك أن تعتذر عن هذه التويتات يجب عليك أن تعتذر عن هذه التويتات قد تكون بداية اعتذاره النهاردة أنه هو قال أن الموضوع ده أن الأكاونت بتاعه تسرق ولكن معرفش يعني هل في ممكن حد يصدق الكلام ده هل في حد ممكن يصدق أن طبعا فيه أكاونت بتتسرق ولكن أنا لسه قالي عند الأستاذ خالد طلعت الصحفي قال أنه هو كتب تويتا في الأول يعني كلم فيها بشكل مخجل جدا عن الحج عامر حسين أو عن رئيس لجنة المسابقات هو ما سماش طبعا باسم وبعد كده كتب معروف يوسف ده أفضل لعب في الزمالك وبعد كده كتب أن تويتا أخرى برضو على هذا الموضوع معرفش بقى هل ممكن حد يسرق ويخش يكتب معروف يوسف أفضل لعب ويخش يكتب الكلام ده عموما أتمنى أن ميدو يرجع له عقله الحقيقة في هذا الموضوع لأن الكلام ده كلام لا يصح كلام مش المفروض أن يطلع من واحد زي أحمد حسين ميدو أحمد حسين ميدو كلنا بننظر له مديرا فنيا لمنتخبنا القومي خلال الفترات القادمة ولكن أن يظهر بهذا الشكل المغجل المغجل ومش مرة الأولى العالمي والمش عارف إيه والكلام اللي بيقعد يتقال ده الحقيقة من المفترض من المفترض أن أنت لما تيجي تتكلم تعرف أنه وراك ناس كتيرة جدا جدا بتبص على التويتات بتاعتك ده اللي أنا أعرفه لكن أن أنت تطلع وتقول هذا الكلام والناس بقى تقعد تقولك أصله العالمي ويدفع عنه آه عالمي وكل حاجة ولكن العالمي المفروض أنه هو يكون يظهر بشكل أو أو يكون على قدر مسئولية هذا الاسم مفروض يعني ده اللي أنا أفهمه ده اللي أنا أعرفه مش اللي أنا بس ناس كتيرة جدا جدا تفهمه وتعرفه أتمنى أتمنى من الله أن النهاردة تكون بداية اعتذار ميدو عن ما كتبه على الأكاونت بتاعه ونتمنى أنه يكون بالفعل تسرق في هذه الفترة على رغم من هو حصله قبل كده وتسرق منه قبل كده برضو مش عارف هو ليه بيتسرق في وقت الشتايم يعني أنا مش عارف بتسرقش في أوقات تانية عموما من الناحية الفنية أنا دايما وقف ورا ميدو أنا واحد من الناس اللي دايما بيوقف ورا ميدو وشايفين أنا شخصيا شايف أن ميدو واحد من أفضل المديرين الفنين القادمين في مصر عنده بعض الاعتراضات عنده كلام من حق أن هو يقول مثل هذا الكلام يعترض ينتقد أداء أي حد هو عايزه من وجهة نظره طبعا وتحترب ولكن أن تدخل في الأعراض والكلام اللي لا يصح ده أعتقد أن ده كلام لن أدعوه إلا بقلة الأدب ده كلام قليل الأدب جدا 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 أن أنت تطلع تقول مثل هذا الكلام لأن ما ينفعش أو أنت لن تقبل أن حد يطلع يقول زي الكلام اللي أنت قلته يطلع يقوله عليك لأن ما ينفعش طبعا أن يحدث مثل هذا الموضوع عموما أتمنى أن ميدو يراجع نفسه في هذا الموقف لأن دي مش أول مرة أعتقد دي ثاني مرة أو ثالث مرة يحصل منه مثل هذا الموضوع او اتمنى لو كل الكلام ده اتمنى ان هو يكون ما حصلش وبالفعل الاكاونت بتاعه تسرق اذا كان ده حصل ده اللي انا اتمنى الحقيقة لان انا اللي انا عرفه عن ميدو ان ميدو كلنا في ناس كتيرة جدا جدا بتحب ميدو ووقفة معاه او ووقفة وراه من الناحية الفنية اتمنى يا رب ان شاء الله ان الموضوع ده يعدي واذا كان الاكاونت بتاعك ما تسرقش اميدو يجب عليك ان انت تطلع وتعتذر